السلام عليكم شيرت ان شاء الله تكونوا بخير بساحة جيدة وانتو ما تشوفوا في هذا الفيديو اجبت لكم اليوم بتحلية ولا اروع هذه التحلية امليحة في سهرات رمضان من مرة على مرة نديروها ان شاء الله راي سهلة ما فيهاش بزاف سوالح هنا شا عندي عندي الكريم فخيش هذه اللي نطلعوها بالباطع تكون فيها نسبة الدهون 30 بالمئة لاندي مئتين وخمسين قرام تح هذه الكريم اللي نطلعوها بالباطع سوف نضربها بالباطع لازم تكون باردة مليح 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 حتى البول وفراشة سوف نضربها بالباطع ونبدأوا العملية نبدأ نضرب مليح مليح حتى تطلع وكما تعرفوا هنا الكريم فخيش هذه اللي نطلع كي تطلع علي شوية سوف نزيدها ثلاثة سكر ثلاثة سكر ثلاثة سكر هنا من الجيه أخرى عندي الماسكار 250 غ هذه التحليه هي غير كيف كيف تشيز كيك 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 نضرب مليحة هنا الماسكاربون يجب أن نحلها مليحة بالباطع هنا سوف نضرب شوكولات للدهن أي شوكولات لديكم للدهن تنجموا ثاني تضرب لها زبدة الكوكاو أو تضرب لها البات تصبح سبيكولوز اختيار تنجموا تبدلوا تضرب زبدة الكوكاو ثاني تضرب لها كما هكذا ننضرب مسكاربون ثانية تصهار كما تعرفون الشيرت كنضرب للداء تأتي بها جدوة هنا كما نضرب هنا يوجد كابوتينو تهجة مغرفة صغر مغرفة كبيرة تنجمة بها البطار تمتلك جربوها و مسكاربون تنجمك الماسكاربون الماسكاربون ولا أرواح هنا نجيب كسرون نضيفها نصف الماء نضيفها و هنا عندي 300 غرام شوكولات بلون نضيفها على حمام مائي مع 40 غرام الزبدة هنا هذا الشوكولات كل مربح فيه 50 غرام يعني وزنتهم عندي 300 غرام استعملت هذه كاري دور هنا نجيب الفيغين لدي درت البيمو كما تشاهدون كما تشاهدون و نضيفها في الكاس سوف نضيف الزبدة و نضيفها كمارة سوف نضيفها في الدهان هنا نضيفها 40 غرام الزبدة على 300 غرام الشوكولات بلون انظروا بعد ذلك لا يوجد الكثير لدي كتلة لديها ملاحظة لا تضيفها حامية على الكثير و خلقه بحضورها كما تنطل برد بعد ذلك خلقه و بعد ذلك الكثير سوف نضيفها حتى تضيفها لديها الملحة كما تضيفها و نضيفها تحصل على الكيلاموس ليس كيلاموس ولكن كريمة وهذه التحليات تجعلها تبرد من 6 سوايا لكي تجمد لنا هذه الشوكولات البيضاء التي ستجمد لنا هذه الخالط كما ترون فيها سيكون خفيف ليس خفيف لكيلاموس ولكن الشوكولات البيضاء مدام تبرد مدام تعقد لنا في هذا الخالط عليها قلت لكم يجب أن تجعلها 6 سوايا على فوق في التلاجة هذه التماسك الخالط للتعناره موجود لكن يجب أن تجعلها لا يبقى شيء لديها البيضاء يجب أن تخلط كل شيء تحصل على هذا الخالط صراحة بنينا وفي الكثير والبيسكوينتو تطحنه وضعه لا تقيدونها ببيمو أو ببنى أو ببنى جربوها هذا المغرسة يكون البناء في القرفة كما ترون هنا أضبت فيها الكأس الذي كنت شريتها على بخو باتي بساعدة كما ترونه لا يستخدمه ليس كما يستخدمه بالمغرف و تبدأ تفرغي الخالط هنا اجبت هذا الفيرين و تبقى الى كمية الكريمة التي خدمناها و هناك طبقة القاطو و كما قلت لكم القاطو قادرين تفعله و تعجنه كما قادرين تجعله كما رح عادي هنا عندي شيرات عندي زوج مغارف كبار شوكولات للطلاق و ثاني زوج مغارف المغارف هذه اختيارة نجمه الدوب و غطة شوكولات مع زبدة و حليب هنا دلت لهم شوية حليب شيرات و هنا راني نضيف لهم ثاني في الحليب على النار متوسطة و النار هادي تبدأوا تحركوا حتى نتحصلوا على هذا القاناج يكون بهذا القوام نجعله يبرد تماما حتى تحسوا بالشوكولات تحكم بدا تتقال تقولي كما البنت قيلة تحسوا ها راهي دافية و ليس حامية و هادو كليل في غين كنا دخلناهم في التلاجة بعد ما يبردونا في التلاجة يشدوا رواحهم عاد باش نخرجوا لهم هاد الشوكولات و راني غين نبرد فيها و نعود راهي باردة في الحق ما هيش راي دافية دخلت فيها السبعين ما نورمال درجة الحرارة ما هيش حامية اهنا نبدأ نفرغم الفوق كطبقة تاع الشوكولات مع الناس اللي و حد الدوقة الشيرة تهبال بصح لي دير الريجيم نصحها مكان له تدير هاد الوصفة نخاطش حلوة بل بززاف و فيها ليكالوغي بصح مره على مره معليش مره على مره الواحد يشهى حاجه حلوة سبا غافي لقدرناها خطره في الزمان مشي كل يوم مشي لبدا سيبنينا بنينا بنينا هذه الكريمة الماسكاقبون مع الشوكولات والكابوتشينو حالة حالة و تضيدون لها الشوكولات من الفوق هذا القاناج بنينا بل بزاف اللي باقية تسمن تاكل و تعاود بصح لي دير الريجيم ما ننصحكش حبيب تيقول اكل غير مغرف منها بصع الله ما تنجمي مغرف واحدة ما غاديش تقدك تلمو بنينا بزاف المهم الشينات راح ندير طبقة كيما هاك و نعود الرجاحة في الفريجيدار لماذا بيكم تخلوها 6 سوايع ثم ماذا بيكم تخدموها الصباح للصهرات على الليل كما نقولو في رمضان تخدميها الصباح خليها تبرد على غرضها في فريجيدار في الليل في الصهرات على رمضان ان شاء الله تسيبها علامة جامدة مشي جامدة ولكن القوام بتحي يكون متماسك على دروك نحاول عندي الكميات على الشوكولات والله ليبنينا بل بزاف و البيسكوي كان بزاف اخواتي اللي سقتوني قالوا لي معناش البيمو أسكن قدروا على التحلية اللولا اللي درتها تشبه الهادي ولكن هذه روعة روعة بل بزاف قالوا لي معناش البيمو شان ديروا قلتكم ديروا اي عندكم اي قاطو ساك تنجموه تطحنه و تديروه عادي بلا ما تتقايدوه بالبيمو هنا كما كم تشوفو كاتزين باسيط درت كوكاو هادا كم مطحون و درت هكا مصحبة البيمو كوكاوز عمال قاطو تنجموه في تشيز كيك هو البيمو و هادا كما كم تشوفوه خليتهم هكا بلا تزيين هادو كليل بيغين صغار هنا ما خليته برد بزاف شيرت هنا عندو يا ربي ساعة في التلاجة بينوري لكم برك القاوة بتاعه و من بعد لجحته في التلاجة حتى برد على غرضه و بشكلينه هنا باش نكمل برك المونتاج و التصوير كما تعرفوه أريد أن نشارك معاكم برك كيفاش هنا ايام قدتكم مان باساعة في الفريجيدا شوفوا القاوة بتاعه كيفاش مان باساعة ثم خلوكي ما قدتكم 6 سوعة القاوة هادا كوه شوفوا الكريمة هذيك الوسطانية شوفوا هذيك الشوكولالة هي دايبة و مهودة عليها و احد البنة خيالية و الله ما نقدرش نصفها لكم حتى تجربوها برواحكم و تدوقوها بنينة بنينة بالبزاف بصح شيره ما ننصح بها اصحابة الريجيم لديها مكان لها لديها فيها الكالوغي و حلوة كيف نقول لك تشيز كيك ولا ارواح هنا شيلة توجدت قلب اللوز الشامية قدت واحدة الوصفتين شوفتها عجبتني خرجتها ناجحة 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 100% ان شاء الله كشنهار نصورها معاكم و نشاركم الوصفة ان شاء الله هنا نشرف فيها وعلى خليتها تشرب نغطيها و خليها حتى تشرب قاعد كمية تحت على الشربات هنا بعدما شربت نغطيها كما تشاهدون قاعد كمية تحاصيلة و نحاول كيف نستطيع لخدمة التحت و نزيد لها الشربات و نجعلها تشرب و نشرب الوصفة و نجعلها تشرب